قلال جلسة استماع أمام محكمة تنظر بقضية الخيانة العظمى الموجهة إلى الرئيس الأكراني الهارب فيكتور يانوكوفيش قال نائب مجلس الدومة الروسي السابق إيليا بونو ماريف إن الرئيس الروسي بلاديمير بوتين هو من وجه التعليمات المباشرة لضم القرم في بداية 2014 بعد اجتماع مغلق مع عدد من كبار المسؤولين ووفقا للنائب الروسي فإن قرار مصير شبه جزيرة القرم تم اتخاذه أيضا من قبل أربعة أشخاص آخرين إلى جانب بوتين وكان معظمهم ضد فكرة الضم المباشر للقرم حول حقيقة التدخل بطريقة أو بأخرى في الإقليم الأكراني كان مفهوما في خريف عام 2013 عندما ذهب ساستنا إلى هناك خلال أحداث الميدان للعمل في أوكرانيا ورأيت هناك ممثلين عن الإدارة الرئاسية تناولوا هذه المسألة وحول حقيقة أنها ستكون عملية عسكرية مرتبطة بتغيير الأراضي أصبح ذلك واضحا بالنسبة لي في بداية آذار مارس وقد صرح وزير الدفاع بالنيابة السابق ميخايل كوفال بأن روسيا نقلت إلى قواعدها في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم قبل احتلالها أعدادا كبيرة من الجنود الروس هي أكثر مما صرحت به للجانب الأكراني وأشار كوفال إلى أنه مع بداية العدوان الروسي كان هناك 56 وحدة عسكرية من أصل 117 من القوات المسلحة الأكرانية مستعدة للقيام بمهام قتالية في شبه الجزيرة في الواقع كانت القوات المسلحة الأكرانية في بداية العدوان غير جاهزة على الإطلاق في المرحلة الأولى شاركت في العدوان قوات خاصة روسية تشكلت من فرق قوات الأمن والدفاع في روسيا وكان الهدف الرئيسي من هذه العملية الخاصة الحد من إمكانيات القوات المسلحة الأكرانية أي منع القوات المسلحة الأكرانية من القيام بمهامها اشتركوا في القناة